ينضم لنا الآن من تهران الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور محمد صالح صدقيان دكتور محمد أهلا بك معنا كيف من الممكن أن يكون رد تهران على عرض الولايات المتحدة برفع جزئي للعقوبات والتي لا تتصق مع الاتفاق النووي بدلا من الرفع الكلي كما كانت وتطالب به حتى الآن تهران صباح الخير لك والمشاهدين لحد الآن نحن لم نلمس تجاوبا إيرانيا للمطالب الأمريكية سواء كانت تلك التي تحدثت عن رفع العقوبات خطوة بخطوة إيران رفضت ذلك النقطة الثانية إيران قالت بأن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تعود إلى طاولة خمسة زائد واحد ما لم تلغي العقوبات وتلتزم بالقرار الأمم المرقم 2231 وبالتالي كل ما رأينا هناك تفاؤل حذر من الجانب الإيراني وأنا قلت وكتبت ذلك بأن أمام المفاوضات مسار ربما يكون صعب معقد وشاق أيضا وربما طويل وليس بهذه الصورة التي يظن البعض بأن كل الأمور تسير كما هي عليه الآن صحيح الجانب الغربي يحث الجانبين الإيراني والأمريكي على الجلوس على طاولة واحدة والتباحث بشكل مباشر لكن لحد الآن إيران لن تقبل بهذه الاستجابة ولحد الآن أيضا يوم أمس مثلا المرشد الإيراني علي خامنئي نشر على صفحته في انستجرام تأكيدا لما قاله سابقا من أنه يجب إزالة كافة العقوبات والتحقق من ذلك وعندما قال هو أضاف أيضا عندما نقول التحقق من ذلك يعني إيران تستطيع أن تبيع نفطها وتستلم الموارد بشكل طبيعي وسهل وسلس أيضا في هذه النقطة لماذا هذا الرفض من قبل الجانب الإيراني؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا بمثابة خطوة حسن النية أو نية حتى للعودة للاتفاق والالتزام بالاتفاق النووي من جهة مقابل أيضا عودة واشنطن لهذا الاتفاق أني أعتقد بأن هناك أزمة ثقة موجودة حاليا عند الجانب الإيراني وبالتالي كلنا يعلم بأن رئيس ترامب عندما سحب من الاتفاق النووي هو فرض عقوبات وعقوبات شديدة كانت يعني لحد الآن الإيرانيون يريدون أن يستوردوا اللقاح أو تلك المواد التي تستخدم في صناعة اللقاحات هم لم يستطيعوا ذلك وهناك كما تعلمون بأن هناك موجة جديدة من كورونا تضرب كل المناطق الإيرانية وإيران لا تمتلك اللقاح اللازم بسبب تشدد الجانب الأمريكي بعدم إعطاء أو بعدم السماح لإيران بتحويل الأموال عبر القنوات البنقية الرسمية ومثل هذا الأمر يجعل التشدد في المواقف عند الجانب الإيراني كثيرة وأنا قلت سابقا بأن قضية تعزيز الثقة مهمة جدا من أجل بدء مفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الأمريكي وعندما يقول أيضا نظرنا على المقاطع يقول أيضا الجانب وهذا التصريح الأمريكي ويحمل نبرة تحذيرية أيضا إلى إيران بأنه إذا أصرت تهران على رفع كل العقوبات الأمريكية فالنتيجة ستقوط إلى مأزق كبير ألن تجد تهران نفسها في وضع أسوأ مما هي عليه الآن؟ المشكلة الإيرانيون لا يجدون وضع أسوأ مما هم عليه الآن حاليا وبالتالي هم يعتقدون إذا أرادت إدارة بايدن أن تستمر في فرض عقوبات على إيران ماذا تفرض من جديد؟ كل العقوبات يعني الرئيس ترامب هو قال قال بأن العقوبات التي فرضناها على إيران هي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الإيرانيون الآن ربما لديهم خيارات متعددة الخيار الأكبر وهو المهم هو الاتفاق الذي وقعته مع الجانب الصيني وبالتالي هم الآن أكثر تحررا من السابق عندما يتفاوضون مع مجموعة أربعة زائد واحد أو مع الجانب الأمريكي وبالتالي الإيرانيون يقولون لا توجد هناك عقوبات جديدة يمكن أن تفرضها إدارة بايدن على إيران إلا العقوبات التي فرضت سابقا الآن إيران لديها اتفاق مع الجانب الصيني الصين الآن تشتري منذ فبراير الماضي كل شهر ما يقارب المليون برميل نفط يوميا وأنا أعتقد بأن هذه ربما تزيد في تشدد إيران في مواقفها حيال الولايات المتحدة لأنها تفقد الثقة كاملة بالجانب الأمريكي من الإفاء بالتزاماته على خلفية ما فعله الرئيس الأمريكي السابق دونارد ترام وهو أن إيران بدأت عدم الالتزام وحتى انتهاك الاتفاق النووي وهذا ما أشار إليه مرة أخرى تقرير وكالة دولية للطاقة الذرية فيما يخص زيادة مخزون اليورانيوم هل يمكن أن توقف تهران خطتها في هذا الاتجاه هل يمكن أن تعول الالتزام بالاتفاق النووي برأيك ألن يثير هذا قلق ويثير الآن قلق الولايات المتحدة على الأقل وربما سيتم فرض عقوبات أكثر يعني إيران لديها الآن مجالين المجال الأول هو مسارين في البرنامج النووي المسار الأول وهو الذي أعلنته اليوم هو التقدم في الاستفادة من المنجزات النووية للاستخدامات السلمية ولا أعتقد بأن ذلك مهم جدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن هذه هي استخدامات سلمية للطاقة النووية المسار الثاني هي أعلمت فيه الوكالة الدولية ودول أربع زائد واحد تعلم بذلك وهي تنفذ القرار الذي صدر من مجلس الشورى الفرلمان بالتصعيد في البرنامج النووي إذا لم تلتزم الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا ببنود الاتفاق وهو شراء النفط الإيراني وفتح القنوات البنقية أو تفعيل الآلية المالية التي وضعتها الدول الأوروبية من أجل تفاعل تعامل اقتصاديا وتجاريا مع إيران وبالنسبة إلى هذا القرار الحكومة الإيرانية منزمة لتنفيذ قرار مجلس الشورى ولا أعتقد بأن إيران سوف تتنازل عن ذلك أو تستطيع الحكومة الإيرانية أن لا تنفذ قرار البرلمان الإيراني وأنا أعتقد بأن هذا المسار الثاني وهو المهم والي ربما كما تفضلته هو مقلق للدول الغربية إيران سائرة بذلك وأنا أعتقد بأنها ربما إذا لم تصل المفاوضات إلى نتيجة سوف نسمع أكثر من 20% وربما 60% وهذا التصعيد خطته إيران وبدأت به طهران من أجل الضغط على الدول الأوروبية شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من طهران